فاحنا واجبنا ايه الفترة دي واجبنا ايه احنا كاهلوية كل الاهلوية لازم نفضل ورا فرقيتنا لازم نوقف ورا فرقيتنا لازم ندعم فرقيتنا لو جينا حضراتكم يعني عشان اوليكم بس الموقف الصعب اللي الفرقة متحطة فيه ويه الموقف الصعب اللي مستر ريكاردو اول ما جيه محطوط فيه شهر يوليا اللي احنا فيه ده اللي احنا بتدناه النادي لالي حيلعب تمن ما تشات تمن ما تشات منهم ماتش قدام نادي الزمالك يوم 21 يولا نهاية كاس مصر وعنده قبلها بيرامدز وبعدين قبلها فيوتشر وبعد ماتش الزمالك بثلاثة يوم مباراة تانية يعني الفترة دي سؤال لو احنا كجمهير نادي اهلي ما وقفناش ورا فرقيتنا في التوقيت ده نوقف امتى انا ما بنكرش ابدا وقوف جماهير النادي الاهلي ورا الفريق طول العمر بس انا بتكلم على القلة اللي بتنساق ورا البعض اللي هما اصلا مش جماهير بينتموا للنادي الاهلي وليهم غرض معين الفترة دي انه يبعدك عن المنافسة يبعدك عن اللقب بتاعت اللي مكتوب باسمك اللي السنة اللي فات تتخذ منك بفعل فاعل كنا احنا مقصرين في واحد مبارات ولكن اتخذ مننا بفعل فاعل فجماهير النادي الاهلي لها دور عظيم الفترة دي زي ما كان لها دور عظيم الفترات اللي فاتت كلها ما ننساقش ورا حد ما ننساقش ورا حد من برا لان دول غرضهم حاجة تانية خالص غرضهم حاجة تانية خالص ويه القلة اللي بتنساق وراهم لا مش ده جمهور النادي الاهلي فترة اللي جاية كلنا ورا فرقة النادي الاهلي كلنا ورا فرقة النادي الاهلي عادي ممكن تلعب شوت وحش ممكن تلعب ماتش وحش ممكن تتعادي لسه مشوار الدوري لسه ولكن نفضل كلنا ورا فرقتنا نفضل كلنا ورا نادينا نفضل كلنا ورا مجلس ادارتنا نفضل كلنا ورا المنظومة لان ده هو جمهور النادي الاهلي العظيم شكرا